ملف مهم. كل مرة بقول ملف مهم لأن فعلاً بيبقى متناسب جداً أو بيعكس الواقع اللي احنا عايشين فيه له. كلامنا عن موضوع الفيروسات المختلفة. واش عالفة قريب معلش الخبر ده كمان حقيقي ولا لا. سمعنا ان فيه متحور جديد نازل لنا ان شاء الله في الأسواق قريب. مما لا شك فيه. النهاية اللي احنا عايزين نقولها أو الكونكلوجين. لازم لازم الواحد دي قوي جهاز المناعة لأي يعني عشان نقدر نواجهها أي حاجة حتقابلنا. نبدأ إزاي بإرشادات قبل ما نخش على إيه اللي ممكن يساعدنا. يعني عايزين نسمع منك إيه نعمله. إزاي الملئة ممكن أنه هو يحاول يساعد نفسه من اللايف ستايل بتاعه أنه يقوي جهاز المناعة عنه. يساعد نفسه أنه هو أولاً ينام فترات كويسة جداً وينام بالليل ما ينامش الصبح. يأكل أكل فيه فيتامينات. يأكل أكل صحي. يمتنى عن السكريات المصنعة الكتيرة. يعني معدل السكر يبقى قليل جداً في اليوم. هذا مهم قوي لأن السكر لو عالي أنا كده أدمرت جهاز المناعي. الضغط العصبي برضو برجع أقول بيضمر جهاز المناعي عشان الكورتزول لما بيعلق بيضمر جهاز المناعي. التدخين بيضمر جهاز المناعي. عدم الرياضة. الرياضة مهمة قوي. والنشاط مهم. أنت عندك طاقة عندك مناعة قوية. ونشرب ماية كويس قوي. ولا أكثار في المسكنات. المسكنات تتاخد عند لزوم زي رشدة الدكتور ما بيقول. مش أنا تعبانة أنا حاسة بألم وأنا مش حاسة بألم. باخد مسكنات للحقيقة. وموضوع كمان المضادات الحيوية برضو مش قطرتها كتير جداً جداً جداً. ده بيعمل مشاكل كبيرة في الجهاز المناعي. ده اللايف ستايل بتاعي. بقى ناكل كويس. ونمتنع عن السكريات. نمتنع عن التدخين. نشرب مية. ننام كويس. ونخلي بالنا من المسكنات تتاخد عند اللزوم. والمضادات الحيوية تتاخد عند اللزوم. وأركز في جهاز الهضمي. يعني جهاز الهضمي تمام مناعتي كويس. لدي جهاز الهضمي مع تتي فيها مشكلة أمعي. فيها مشكلة لازم أجري على الدكتور عشان أعالج بسرعة قبل ما يحصلي مشكلة كبيرة. ده مهم برضو.